صباح الخير أهلاً بكل حضراتكم جولة جديدة من أبرز الموضوعات اللي سيطرت على أحاديث الناس من إبارح الحد والحد النهاردة الصبح حقيقةً فيه مواضيع كدير تصدرت المشهد من إبارح مسائن وجات متنوعة يمكن بين فن ورياضة وأيضاً تكنولوجيا خلينا نبدأ مع أول فكرة أو موضوع سيطر على بحث الجميع وهو فكرة جلسة الصلح اللي كانت بين رحاب الجمل وباس بصمرة هذه الجلسة تمت ابارح في منزل نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي وتابع كل رواد السوشال ميديا الصور المتدولة والفيديوهات اللي الجلسة والإعلانوا بيها وأخيراً ننتقل خلاف بينهم اللي استمر على مدار يومين كاملين من التراشخ من التصريحات بحثات مختلفة بينهم بسبب الوقع اللي كتبت عنها رحاب الجمل في بوست بأنه تم التعدي عليها وعلى طاقم عمل فيلم الديك العياط من جانب باسم صمرة الخلافات زي ما قلنا انتهت بجلسة البارح ويعني بنتمنى السلامة والهدوء في العلاقات للجميع لازم كاملين فيه الأخبار الأكثر متابعة من مبارح بالليل وهو المطرب علي حميدة خرج بتصريفات مؤلمة وكان بيبكي فيه مدخلته مع الإعلامي عمر أديب دخل في نوبة بوكاو قال إنه الفترة الأخيرة تعرض لأزمة صحية نتاج عنها إصابته بتلايف كبدي وضيق في التنفس بجانب إنه بيعاني من حصه على المرارة وبحالته طبعا خطرة هو متواجد الآن في مستشفى مطروح العام وصرح وقال إنه هو مش معفلوس أصلا يطفل مستشفيات وإنه أجرى بعض التحاليل وبينتظر نتائجها غدا عشان يعرف نتيجة المتيجة بشكل أوضح والتشخيص ولكن يمكن تمت الاستجابة من مقيمة المهمة التمثالية دكتور أشرف زكي واللي أعلن تكفله بالعلاج لعلي حمادة وتنفيذ كل اللي بيحتاجه لحد ما يفرج من هذه الأزمة وبنتماله الشفاء طبعا تمام الشفاء قريبا إن شاء الله طيب من سيطرة ترندات فنية هنروح ليه ترندات رياضية خاص باللاعب السوري عمر خربين والحقيقة إنه التقارير سحافية إميراتية أكدت إنه المهاجم السوري عمر خربين اللي هو راح ممكن مؤخرا عن فريق الهلال السعودي من الانتقال لنادي الوحدة الإماراتي في المركات الشتوي الجاري وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية فإن نادي الوحدة دخل في مفاوضات مع عمر وده بعد ما صرفت إدارة نادي الهلال السعودي النظر عن تقديم أي عرض لللاعب وده عشان يبقى في صفوفه بعد ما دخل في الفترة الحرة اللي بتتحلو الانتقال بدون العودة للنادي بتاعه ده بحسب صحيفة الرياضية سعودي أيضا فيه أنباء عن تلقي عمر خربين عروض من أندية محلية أيضا وخليجية من هندي الزبالك والآيام اللي جاية بعتقد الصورة هتوضح بشكل أوضح وأسرع بكتير أيضا من الموضوعات اللي شغلت تفكير قطاع كبير من مبارح كانت الوظائف اللي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي عن توفرها وإنها شغيرة أيضا في الجامعات وده من خلال موقعها الرسمي وقالت أنه فيه كتير من الوظائف الخارجي كليات الحقوق وعلم النفس والخدمة الاجتماعية شملت طبيعة الوظائف تلت فئات أولا مسؤول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي مسؤول أنشطة توعوية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي وده فيه أو على مستوى 21 جامعة حكومية أي الشروط بيشترط للمتقدم للوظيفة أنه يكون فاصل على مؤهل عالي مناسب خدمة اجتماعية على النفس وبجانب إيجادة استخدام الكمبيوتر واشترطت كمان وزارة التضامن للحصول على هذه الوظيفة أنه المتقدم يكون عنده خبرة فيه الوظيفة المتقدم لها طبعا يقدر يكتاز المقابلات الشخصية وأنه يكون من أمناء المفضة اللي فيها الجمعة المنفذ بيها المشروع وهو وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات ويتقدم بصيرة ذاتية بتاعته على الإيميل الخاص وفي معوض أقصى 18 يناير المقبل مع توضيح الوظيفة اللي هو يعني يقدر يدلي بيها ويقدر يساعد فيها طيب بنختم مع قدراتكم في هذه الجولة بأخبار تكنولوجية هامة جدا وده بيقص الهواتف المحمولة بسبب التحديث الجديد لأبليكيشن واتساب واللي خبراء تكنولوجيين قالوا أنه فكرة السياسة الجديدة لتطبيق واتساب هتسمح له بمنح المعلومات لفيسبوك واللي بيمكنه أو بيمكن استخدامها مع زودي خدمات ومتاجر ألكترونية فما الكلام ده بالتبعية كمان الجديد إنه واتساب هيتوقف عند المستخدمين اللي يعني هيرفضوا الشروطه الجديدة يوم 8 فبراير وده معناه إنه يوم 8 لازم تكون قبلت الشروط الجديدة لو ما قبلتش الشروط الجديدة التطبيق أو واتساب مش هيشتغل عندك أيضاً هيتم معرفة هل تم تشغيل فيديو معين ولا لأ والفيسبوك هيعرف إنك شفت فيديو في حديث خاص ولأ وعملت إيه بالزبط طبعاً ده بيخلي فيه مخاوف على بيانات المستخدمين وعلى خصوصيتهم في تحديثات واتساب الجديدة واللي كتير من الناس استهجنها وبالتأكيد إنه نسبة التأمين جيدة جداً ولكن فيه طرف آخر أصبح عنده بيانات وده أمر زي ما قولنا مثير جداً القرار طيب يمكن بنختم بهذا الخبر نشكر حضركم طبعاً على المتابعة وتابعونا دائماً فيه متابعات من تلفزيون اليوم السابع ونشرات إخبارية ومتابعات رياضية وثنية إلى اللقاء